اجري ميكامب. مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا بيكو بالنس تسمع فينا والتحقوبين التوى. مخزون السدود في تحس. هده العلمين نجم نقولوه. عليش خلطنا التوى الثمانية ميات مليون متر مكاعد. رقم رقم كبير اما اه في المياه يتسمى شوي. لون كذا يبش نبدأ واضحين. السدود التونسية في الوقت الحالي معبية بنسبة اربعة وثلاثين فاصلتها في المياه. شفنا طلعنا. اهه. تذكر كل سبيع كلنا سبعة وشرين وثمانية وعشرين وثمانية وعشرين وثمانية وعشرين. انا الحمد لله هربعة وثلاثين ان شاء الله نزيد ونطل للهربعين وخمس واربعين وخمسين وقتها نقوله. نقوله. نخickt التوى عنا ثمانية مليون متر مكاعد. هم نقص عام ثلاث سنوات الفارس. ت lively هما نقص ناقصين باتبعاتهم. إرادات الموسم هالمياه اللي حصلت في الصدود تنسية من أول الموسم من 1 سبتمبر 2023 حتى شل البارح 23 فيفري هي 467 مليون متر مكعب مقتل المعدل هو مليار و 157 مليون متر مكعب معنى الكمية اللي حصلت في الصدود إلى حد الآن هي 40.3% من معدلات في فيفري الى حد الآن 77 مليون متر مكعب يمثلوا 16% من الكمية هذي ربي إن شاء الله يزيدي يرحمنا على قل نصف على قل نصف نفوته شوية نصف احنا رأوا الفصول تخلط هو داخلين توها ربيع جماعة جاي إن شاء الله وبعد سيف نورما نموت كل أمتار ما تنجم نجي أمتار أخوية نذكر عمنا والجيت في وقت ما كناش متوقعين الوقت بدل الضائع الوقت موش أبريل مية وجوان مية وجوان عمنا والثلاثة مية وثمانتاشة مليون متر مكعب واللي دخلونا في مية وجوان وانتي نحيهم توا اللي عنا الكميات ثمانية مية مليون خاطر علي عنا النجم صغلوا منها محصول بخمسة مية مليون متر مكعب كنت تحسبك ثلاثة مية اللي يدخل عمنا ورانا في مارح لصحيبها برشم الحمد لله ربي رحمنا وناس وليت واعية رغم اللي ميزان ناقص شوية ناقصة واعية بالقيمة متاع الماء وندرة الماء حسين والمعدل اللي امتار لحد لنا هو واحد وستين في المياه عنا تسعين ملي متر صبت من أول موسم للبارح كمعدل على الجمهورية الكل وقت المعدل العام طاع الفترة هو مية وخمسين ملي متر الجنوب الغربي أقل نسبة ثمين وثلاثين في المياه والشمال الغربي خمسة وسبعين في المياه ناقصة بلنسبة لأرقام مخزون السلوش حكيب توا في آخر موضوع معنا بنسبة اليوم هو الاستشارة العمومية حول التمميل الإضافي اللي واحد من المشاريع الممولم من البنك العالمي ما تكسحها هي الاستشارة هذية نظمها ديمان الحبوب نهار الزربعة اللي اتعديت 21 فيه غرفين واربع عشرين في المعه الدباطين العلوم في الحيب تونس مشنه الاستشارة؟ هي استشارة باش قدموا المشروع هذية اللي هو تمميل إضافي المشروع بريزا الممول من البنك العالمي البريزا هو مشروع الاستجابة السريعة للأمن الغذي هنا كانوا حطوا الإعلان على الموقع وجدت المعنى أن جاءوا فعليين في القطاع وخبراء وممثلين على المجتمع المدني حضروا في اللقاء هذية اللقاء كمعناها قاعد تخصيصه لتقديم عناصر وانشط المشروع التمويل الإضافي الثاني المقترح هنقول لك الثاني هتنفسروا عليش الثاني اه شنوري فيه هذي الكل يزمو خطر داخل فيه برنامج وهنا عدة منحين توا عدة ممولين يفرض عليك معناها المواصفات البيئية والاجتماعية ويقول لك يزمو تستشير كيمة البنك العالمي يقول لك يزمو تستشير الخبراء وتحطوا معناها استشارة عمومية باش العباد اه تعرفش فما وتناقشو قبل ما تقع المصادق عليهم البنك الدولي هكا ايش نحكي ولا سمحني هنا استشارة اولى واستشارة ثانية هذك الاستشارة الاولى اما المشروع هو اللقاء التمويل الثاني التمويل الثاني تنفسر لك عليش الثاني اه هنا مطابقة للمواصفات البيئية والاجتماعية للبنك اه معناها لينور مونفيرون مونتال وسوسيال وفما اعداد البي ام بي اللي هو البلان دي موبيلزازيون دي بارتي برونان غدا يدخل في الاطار هذا يمنى هالاستشارة هنا كان اه نقاش ثريك غا tell you مثلا يدب بناء اه Youtillah... هوا علاش خطر اه ما اناها حل الافيق لمحاور متع تعاونه ومحاور متع خدمه جديده هذه التمويل الاضافي الثاني م مهم مشروع هذي مش يتعدها على ادارة البنك اه العالمي إنه اليه ع الرابعتاش مارس جاي المشروع هذي هو قيمته 300 مليون دولار. موش بش نحكي لك عليه هده هدي التفاصيل لما اخليهم ان شاء الله بعد 14 مارس تنحكي وعلى التفاصيل بالقديم. لكن هنا حبيت نرجع لك على اه احنا قلنا هذي الفنانسمن اديسونيل الثاني دل برويزا. البرويزا هو مشروع الاستجابة السريع للامن الغذائي. هنا المشروع هذي خلنا اعتيك البرويزا اين. اشنو اللي صار فيه. وتنحكي لك على البرويزا اه من الفنانسمن الاضافي الاول. هنا لتار العام. نعرفو احنا كانت عنا سبع سنوات جفاف. منها اربع من التالية. اليوم بالضبط اربع عشرين فيفري. دكركش في حاجة تاريخ هذا. اليوم بالضبط عنا عامين على الحرب الروسية الاوكرانية. ونعرفو في عام الفين واثين وعشرين ارتفاع كبير لسعار الحبوب. مم. معها جفاف في اه بلادنا. تراجع الانتاج ارتفاع الاسعار. هذي الكل اطلب اه تمويلات اضافية باش نورده والحبوب. اه بلادنا اخذيت تعدد قروض اه من البنك العالمي من البنك الفيقي للتنمية البهات. البيوية بالبنك الاوروبي الاستثمار. البيرل بنك الاوروبي للعامر والتنمية. اه اخذيت هيبة من الولايات المتحدة الامريكية. واحداش فاصل اثنين اه مليون دولار. اه المكونات البرويزا اين. الي قيمته مئة وثلاثين مليون دولار. العنصر اللور في ثلاثة عناصر. العنصر هو دعم اه سريع للفلاح الصغار. في يلفين وعشرين تم اقتناء واحدة وستين فاصل اربعة الف طن من الشعير. بقيمة ستة وعشرين فاصل سبعة مليون دولار. توفير بذر محسن صغار مزارعي الحبوب. بقيمة خمسة وعشرين مليون دولار. اه اه ذو ما اخذينا اربعة وثلاثين فاصل سبعة الف طن. والعنصر الثاني هو تمويل شراء مئة وستين فاصل باحد الف طن من القمح اللين. اه بقيمة ثمانية وستين فاصل مليون دولار. وهذا اه محسوب استهلاك بتاع شهر ونص. العنصر الثالث هو دعم منظومة الحبوب. هنا قولك ازما خارطة الطريق وهنا يفهم خارطة طريق. هذي يفهم خمسة دراسات اه كما تحديث الخارطة البيون مناخية للحبوب. قولك بتغير مناخ احنا الخارطة امتاعنا قاعدة تتبادل. هما تحديد حاجات لستهلاك الوطني من الحبوب. خدر تونا حكيه احنا قولك نسالكو مليون قنطار قمح صلب في آآ في الشهر وواحد مليون من القمح اللين وتسعمائة الف آآ قنطار من مشعير. محسوب خمسة تلاتين مليون قنطار سنوين. ترقى رقم اخرين تحكي على ربعين مليون قنطار. هنا دراسة باش تتعطينا بالضبط. شنو حاجيتنا? وهنا زادة وزارة التجارة. ذكر حكينا عليها كانت عاملة جرد للمخابز المصنفة والغير مصنفة. آآ معنا لي باتي سري هذي يبدأتو في خرؤوت وسبتمبر. النتيج في بيلي حاضرة والشي قال علينا عليها قريبا. هذي مش آآ في الإطار البروجيه هذا. اما فما دراسة اهامة على وضع منظومة آآ استشعار عن بعد تقييم انتاج الحبوب. وفما زادة دراسة في لاحة الفين وخمسة ثلاثين. هذو من الكل في الفايدوروت متاع الكمبوزون ترواء. آآ قدت كنهار داربع كان لقاهين. آآ التشاور حول المشاريع قبل التمويلة حاجة باها. آآ هذي آآ الافتتاح كان من الرئيسة مديرة عامة لديمان الحبوب. آآ تقول لك في الاشهر الاخيرة. فما سلسلة متاع اسلاحات تم قطاع الحبوب. حاجة باها. احنا ما نشناحكيه. بدون مس بالسوم بتاع الخبز والعجين. هنا آآ من الاسلاحات آآ معها زادة قروض لشراء الحبوب. اما فما زادة آآ برامج مع القروض هذيه. آآ كما التوسيع تقت الخزن. آآ لديمان الحبوب. آآ وزادة اقتناء ستين آآ قاترة ستين فاقونة. النقل للحبوب خاطر النقل عبر الشبكة الحديدية آآ رخص. والحديث باقي. ان شاء الله تنزيد ونحكيه على المشاريع هذن. ونحكيه على التمويل الاضافي الثاني للبريزاء. آآ بعد ربعتاش مارس. واضح. شكرا لك. بركة لو في كنيس برايان. وشكرا لكم على الاستماع كيف العادة تلقاوا الفيديو بتاعنا موجود على شين يوتيوب بتاعنا قبل غضوء في نفس المهات في نفس التوقيت في الامنس كل.